اشتركوا في القناة ونبدأوا عن بركة الله الإخوان وأهم الأخبار اللي اختارينها المتابعين اليوم وأولها هو الخبر الذي اعتبرته بالمضحك جمهورية الوهم تطالب من إسبانيا التدخل عاجل حتى يضع المغرب حدا للقم هذا هو الخبر الأول اللي سنتحدث عليه وقد نناقشه بحذافره بطبيعة الحال كذلك وفي نفس سياقنا نضرع لجوج أمور وأولها هو الفرق مبين الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء والتسوية الأممية اللي بزاف نسع الناس اللي كانوا ولا ديال الأعداء ديال المغرب اللي كانوا كيحلموا يعني ولا كابوس بنسبة لهم الاعتراف ديال أمريكا ومغربية الصحراء وكانوا كيحلموا باش الحكومة الجديدة أنها تلاجع للقرار ديالها فكيحاولوا ما أمكن يخلطوا ما بين الأمور فهتعليش غادي نبينوا الفرق ما بين تسوية الأممية ولا الاعتراف الأمريكي لأنه بزر دي المرات بزر دي المسؤولين الأمريكيين كيهدروا على تسوية الأممية فكيبغيهم يردوها بأن هذا كبحد داته راه تراجعوا على الاعتراف وبزر دي الأمور فغنحاولوا نشرحوا هذا الشي هذا وبطبع تلحال غنلجؤوا لوجهات نظر دي الواحد المحلي المغريبي ليهدر على هذا الموضوع هذا كذلك نظروا في نفس السياق على الخبر آخر وهو اللي وكالة الأنباء الجزائرية خرجت فرحانة هي وجمهورية الوهم كي يحتفلوا به وهو من بعد ما خرج رئيس أمريكا بوحد تغريدة في تويتر تغريدة بسيطة اللي كان من مراه الخريطة دي العالم مبتورة فيها الصحراء المغربية ويقدر يكون خطأ يقدر يكون بزر دي الأمور ولكن سرعان ما يعني يصدمهم رئيس أمريكا ونشوفوا تفاصيل عن الأمر هذا كذلك نهضروا للرسالة اللي توصل بها جلالة الملك محمد السادس من رئيس فرنسا أول مرة من بعد تويتر اللي وقع على المشكلة دي البيغاسوس وعلى قاعدة الأمور فأول برق هي كتوصل جلالة الملك من طرف رئيس الجمهورية الفرنسية يعني فيها تهنيئة للملك ونعرفوا التفاصيل ديالها وكل شيء بتفصيل وبدأوا على بركة الله الإخوان آه ونسيت كما كل نهار قد نذكركم بالحالة البائية في المغرب وفي إسبانيا ونشوفوا الفرق ما بين الدولتين وبدأوا على بركة الله الإخوان وكما قلت لكم جمهورية الوهم يعني ضقت عليها الأمور داخل تحت الإفريقي وهذا هو الأمر اللي هضرنا عليه من قبل فما القاتش من غير أوروبا وبالأخص إسبانيا وإسبانيا اللي لازالت يعاني من الأزمة مع المغرب فإسبانيا حاليا ما كرتش تقول الجمهورية لوهم عطيونا بتسعرها ما بقيناش قدينا لهذه المشاكل ديالكم لأن فعلا حاليا إسبانيا كتعيش أزامات يعني واضحة كما قلتكم الإخوان من بعدما المغرب نهج سياسة اللي نهجها داخل التحاد الإفريقي فبدأت كتضيق عليها بالتحاد الإفريقي والطرد ديالها عاجلا أم آجلا غديجي يعني الطرد ديال جمهورية الوهم من التحاد الإفريقي لإنما عندهاش مكان فيه عاجلا أم آجلا غديجي وهذا الشي هذا غيكون بتصويز وبالإجماع داخل التحاد الإفريقي باش غدي تشد الباب وتشيف حالتها فما بقاش قدامها إلا دول التحاد الأوروبي وسبق وقلتها لكم من قبل جه السعار طبيعا الحال من بعدما أمريكا اعترفت مغربية الصحراء كذلك الجارة الشرقية جه السعار قاعد دول اللي مكان شباقة المغرب اللي يكمل لوحدة ترابية دياله جه السعار كلهم يعني دولة بدولة جههم السعار فالمغرب خرج وجاوبهم وقالها لهم بصريح العبارة مغرب الأمس ما شي هو مغرب اليوم يعني نساوا عليكم مغرب الأمس وتواجهوا معنا كمغرب اليوم أعطاهم ضربات قاضية بطبيعة الحال الضربة ديال القرقالات الأخيرة بالنسبة للجمهورية الوهم بزف زف زف ديال الأمور اللي كلاس فيها بطق طبيعا الحال فتشعلهاش كيبان هنا يا ما يسمى بممثل جبهة الوهم في إسبانيا ممثل جبهة الوهم في إسبانيا عبدالله العربي في رسالة بعث بها إلى المدير العام لوزارة الخارجية للمغرب العربي والشرق الأوسط أن تعمل مضريد على ضمان الحماية للسكان الصحراويين واحترام القانون الإنساني جبهة الوهم تؤكد أن النظام المغربي يستغل حالة الحرب في الصحراء وإغلاق الحدود بسبب الوباء لاستهداف المدنيين والصحراويين في المناطق المحتلة على حد قولهم والصحراء الغربية واش تخنى عليكم بالله الإخوان واش ماشي إسبانيا قربت تقول لي ما أعطيونا بالتساء لأن فعلا تتعيش أزمات شوفوا الأزمة ديال الجنوب ديال إسبانيا من بعد تأجيل يعني ماشي غير إسبانيا حتى المهاجرين بحدتهم وقعوا لهم مشاكيل بتسبب هذه الأمور هذي شوفوا الغلق ديال يعني تأجيل ديال عمليات مرحبة شوفوا المعاناة ديال إسبانيا في التعاول الأمني مع المغرب اللي تقطع من اللي بدات الأزمة من اللي يجاب بنبطوش رئيس جمهورية الوهم شوفوا شحزل المشاكيل عنات منها إسبانيا واش ماشي إسبانيا قربت تقول ليهم معطيونا بتي سعر ما بقيتش قادرة على المشاكيل ديالكم ومازالين يعني كيحكوا وغادي كيقربوا باش يخلقوا إزمات ما أخرى وطبيعة الحال كما قلت لكم الأخوان فاش أمريكا عطرفت يعني بمغربية الصحراء كانت هذه هي الضربة القاضية للجمهورية الوهم والجارة الشرقية يعني كانت أقاع الدول اللي كانت باغا استمرارية ديال المشاكل داخل الصحراء المغربية فكل هالدول هدي بالنسبة لها كان كابوس وكل هم كانت الأمنية ديالهم هو يعني إذا الكابوس يفقوا منه طبيعة الحال فاش تطلع الحكومة ديال جو بايدن وتغير المنهج ديال الحكومة ديال ترامب وما سقاش مع طرفها بمغربية الصحراء فهذا الكابوس ما فقوش منه للأسف وبقاوا مستمرين فيه إلى يومنا هذا فول لو كيتشبتوا يعني وكيتعلقوا بعض الأمور اللي هي خرافية واللي كيقلبوا يعني كيفاش يبينوا أن أمريكا ما معطرفهاش بمغربية الصحراء وهنايا غدي نظروا طبيعة الحال على تسوية الأممية لا تعني تراجع أمريكا عن تزقية مغربية الصحراء طبيعة الحال كما قلت لكم الإخوان غدي نشوفوا واحد يعني محلل سياسي مغربي اللي تحدثت على هذا الأمر هذا وهذا الضرع الله شنو هو الفرق ما بين تسوية الأممية وما بين الاعتراف مغربية الصحراء دابا فش كي يبدا شي مسؤول أمريكي كي يدرع على تسوية الأممية لحل النزاع داخل الصحراء فشنو كي يجيو كي يجيوهما ويمتلوها بحل رأى أمريكا ما بقاتش مع طرفها بمغربية الصحراء ما دابا ما دروع على تسوية الأممية تسوية الأممية شي وأن الدولة بسيادة ديالها بكل شي ديالها تعترف كيفما الدول اللي حاليا داخل يعني أفريقيا يعني ويجيو يفتحوا كونسوليات ديرهم ويعترفوا رسميا كما الإمارات كما أمريكا هذو دول عندهم استقلالية ديالهم عندهم سيادة ديالهم عاد كاين الأمم المتحدة فهذوك هما اللي يعني إلاجات هدرات أمريكا على تسوية الأممية ولا على الملف ديال الصحراء داخل الأمم المتحدة راماش يمعنتها أنها غير هما كيبغيوا يخرجوا يعني ويلهروا أجيو نشوفوا أشجال المحل السياسي يعمل خصوم المملكة منذ أن اعترفت ولاية المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء على إيجاد ثغرة اللي حديث عن تراجع هذا القرار يعني غير صمشي تغرى باش يقولوا أن أم أمريكا تراجعت على هذا القرار أكثر ما يتم تأويله هو حديث مسؤولين الأمريكيين عن تسوية أممية للنزاء إذ حينما يتم ذكر ذكر الموضوع يستغله كثيرون لتمرير مواقف معادية للمغرب على الرغم أن المملكة بدورها تؤكد على أهمية المصار الأممي وفي هذا الإطار قال سامير بن نيس الخبير المغربي المتخصص في العلاقات الدولية أن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء لا يلغي مخطط تسوية الأمم لافتن الانتباه إلى أن أغلبية الناس يضمون عن جهل أن الاعتراف يعني إلغاء المصار الأممي بل الأكثر من ذلك يؤكد الخبير أن كلما أشرت أمريكا إلى قضية حل النزاء على مستوى الأمم المتحدة يتم تأويل الأمر على أنها تراجعت عن اعترافها وشدد بن نيس ضمن تصريح لهيس بريس على أن أمريكا اعترفت بمغربية الصحراء وأيضا أكدت أن مقترح الحكم الذاتي هو الأساس مرذفا يعني دفعه للموقف المغربي ومحاولة التغط على مجلس الأمن من أجل العمل على دعم المخطط المغربي وجعله الأساس للتوصل إلى الحل يعني أراه عكس ذلك الشي اللي قد ضمنه يعني إلغاء أمريكا بغى حل أممي بغى تحل باش تحيد يعني كما كنقوله ذلك تمالة من جذور ديالها باش نكونوا واضحين هما يعني كان نعود لكم على هذا الأمر هذا من النهار على التارفات يعني أمريكا وهذه الدول هذه كاملة عيشة واحدة وسوأس وعيشة هنا في بدات المشاكل بدات المشاكل لحتوها إلا لحتوها الإخوان رامن ليه اعترفت أمريكا بمغربية الصحراء دول اللي ما كانتش بغى هذا الموضوع هذا جعلت وجهة السعار ومنها جنرالات الجزائر اللي راهم حاليا كيتدواوا في دول مثل الإمارات وفرنسا واللي خلوا الشعب الجزائري نتمنى وليهم الشفاء طريقة الحال ونتمنى وربي يحفظ جميع الدول الإسلامية كيف ما بغى تكون وكيف ما بغى يكون الموقف ديالها طريقة الحال هذا أمر آخر يعني الأمر ديال الوباء وهذا الشي كامل فكنتمنى والله سبحانه وتعالى يهزع لنا هذا الوباء ويرحمنا ويرحم جميع البشار بصفة عامة وندوزوا الأمر الثاني وهنا نبقوا في نفس الموضوع الإخوان ونهضروا على يعني الفرح ديال الجزائر ولا ديال الإعلام الجزائري وبالأخص وكلة الأنباء الرسمية ديالجزائر وجبهات البوليزاريو أو ما يسمى بجبهات الوهم اللي خرجوا يعني كيف فرحوا كيحتافلوا بواحد الأمر اللي ما تدامش بزاف يعني واللي صدمهم فيه الرئيس الأمريكي سبب في صدمة جديدة للبوليزاريو والإعلام الجزائري حذف الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء خريطة عالمية كانت تظهر أقاليم الصحراء المغربية مبتورة من توراب المملكة جاكم قطع لكم يعني الأمل لأن علاش قبل ما يدير هاد الباذيرة هذي رئيس أمريكا جو بايدن دار في واحد تغريضه في تويتر يقدر يكون جاس من عند يعني منظمة الصحة العالمية يقدر يكون واحد تغريضه وكنت فيها الخريطة يعني مبتور فيها الصحراء المغربية يقدر يكون عن غير قصدي يقدر يكون مليون حاجة فهما ينتظروا يعني بالنقطة والحرف باش يخرجوا يحتافلوا ويقولوا وراء صافيرة أمريكا ما بقتش معترفة بمغربية الصحراء أمريكا معترفة بمغربية الصحراء شاء من شاء وكره من كاره حب من أحب وكره من كاره أجي نشوفو شنو قعد بالضبط حذف الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء خريطة عالمية كانت تظهر أقاليم الصحراء المغربية مبتورة من توراب المملكة وسرعت وسائل الإعلام انفصالية وجزائلية منها وكانت الأنباء الجزائرية الرسمية إلى الاحتفاء بتغريدة الرئيس الأمريكي التي نشرها على حسابها الرسمي بموقع تواصل اجتماعي تويتر وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن مساء ثلاثاء في تغريدة على موقع تويتر أن الولايات المتحدة تبرعت بمية وعشرات الملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى أكثر من 60 دولا حتى الآن مرفقا تغريدة بصورة لخريطة العالم تظهر خريطة المغرب مبتورة من سحرائه وعلمت جريدة إيسبريس الإلكترونية من مصادر مطلعة أن مواقعه عبارة عن خطأ لدى فريق بايدن المشرف على حسابه ولم تستبعد أن يكون الفريق اعتماد على منظمة الصحة العالمية التي تفصل في مواقعها الرسمية المغرب عن سحرائه من نظر إلى اعتمادها إلى معطيات الأمم المتحدة هذا هو الأمر وما فيه طبعا الحال وكالة الأنباء الرسمية للجزائر منتظرات خرجتك تجريكة تحتافل ولكن كانت صدمة قوية 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 اليوم الأربعاء يعني من اللي حدف الرئيس الأمريكي جوبيزان خريطة عالمية كانت تظهر أقاليم السحراء المغربية مبتورة من طراب المملكة وأمريكا كنعود نقولها لكم كنعود نأكد لكم عليها بالعارض مع تارفة مغربية السحراء إلا ما كنتوش عارفين هار كنقولوها لكم أمريكا مع تارفة مغربية السحراء سيروا قلبو على شي دولة أخرى ولا قلبو على حجاج أخرى ونزيدكم أعظم دول في العالم حاليا كتشتغل باش تعترف بمغربية السحراء والأمم المتحدة غد تلقى حل إن شاء الله بإذن الله عما قريب وجبهة الوهم خارجة من الاتحاد الإفريقي ما بقالهاش بزاف يعني غير انتظروا واحد شي شوية والوقت غدي ورلي لكم كل شي التفصيل لا أقل ولا أكتر فما تصدعوش راسكم بزاف لأن النهاية دي لكم قربتش وكنعود نأكد لكم على هذا الأمر هذا وندوزوا للخبر الآخر الإخوان هنا غنظروا على البرقية اللي توصل بها جلالة المالك محمد السادس من رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كما عرفتو التوتر اللي كان مؤخرا ولي كانت يعني بزاف ديال المنظمات إعلامية اللي كتستهم فيه المغرب بالتجسوس ومنها التجسوس على كذلك الرئيس الفرنسي هذا كل الأمر هذا كتنسى تغياء لأن علاش لأنه ما كينش أمور لي كتثبت الواقعية دياله فخصوهم يضمصوها مخصوش بقف الإعلام لنبقف الإعلام ولكنو خاوهم يضمصوه حتى يعيو كين محامي ديال المملكة المغربية اللي غيتابع هاد النس هادو اللي كينزلوا الباطل على المملكة المغربية وبغين يخلقو الفتنة وبغين يحطمو ولينزلوا من القدرة ديال المخابرات المغربية المخابرات المغربية نزيد لكم ما محتاجاش البغاسوس وما محتاجاش لبزن ديال الأمور عندها الطرق ديال العمل ديالها وعندها الطريقة باش كتشتغل وبزن ديال الأمور باش كتوصل أخبار ليه موثوقة وما محتاجاش لبغاسوس نشوفوا ماكرون لي يعني كيهنع العاهل المغربي نشوفوا تفاصيل ماكرون للعاهل المغربي أظهر المغرب صموده عبر تدبيره بفعالية تحت قيادتكم لحملات التلقيه توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية الفرنسية إمانويل ماكرون وذلك بمناسبة الدكرة الثانية والعشرين لتربع العاهل المغربي على عرش أسلافه المنعمين وأعرب الرئيس الفرنسي في هذه البرقية عن تهنئة عن تهنئة صادقة وأطيب متمنياته لمالك المغرب وقال الرئيس ماكرون في الوقت الذي يججاز فيه العالم ضرفية صعبة تطبعها الأزمة الصحية أظهر المغرب صموده من خلال تدبيره بفعالية تحت قيادة جلالتكم لحملة تلقيه لضغوفي 19 ثم من خلال الإعلان عن مخطط للإنهاج وتنفيذ إصلاحات مهمة كما أكد الرئيس الفرنسي تمسكه بتطوير الشراكات الاستثنائية بين البلدين معربا عن رغبته في العمل بثقة من أجل تعميقها وتوسيعها لتشمل مجالات جديدة هذا هو الخبر الأخير لنا وكان عاود نقول لها لكم المغرب مشي تشو الاتحاد الأوروبي قد تلقاوه حاضر يعني أحب من أحب وكره من كريه مشي تشو الاتحاد الأفريقي تلقاوه حاضر بقوة أحب من أحب وكره من كريه واللي ما عشبوش الحال يمشي في حالة يخرج من الاتحاد الأفريقي لأن المغرب ولا عنصر أساسي داخل ما يسمى بالاتحاد الأفريقي فوجدوا رسكم للمستقبل القريب إن شاء الله بإذن الله لكل من يريد معادات المملكة المغربية الشريفة وندوزوا الأخبار لنا الأخيرة الإخوان ونغن نضرع للحال الوبائية في المغرب العلم المغرب حاليا يعيش دروة ديال الارتفاع ديال الحالات فالارتفاع ديال الحالات في المغرب في هذه الأيام هذه معنى أن من مورها غير يجي انخفاض وهذا الشيء هذا اللي يترع حاليا في إسبانيا بالطبع إسبانيا اللي سبقات في هذه الموجة هذي سبقات المغرب بوحدة شوية وكانت ارتفاعات كبيرة دبا حاليا تسجل انخفاضات هنشوفو الحل السجل المغرب للأسف في آخر 25 ساعة يقدر يكون من بين الأيام اللي في هذه الحالات مرتفعة بزاف 10603 ديال الحالات كذلك المتعافون 7774 الوفايات 66 وفات للأسف بالنسبة للارتفاع كاين يعني حالات كتتسجل يوميا معرفنا شو نير إجراءات جاية كين إجراءات مشددة حاليا في المغرب يعني حجر صحي مع تسعود يالليل بزاف ديال الأمور فانطلبوا السلامة من الله سبحانه وتعالى ويهز علينا الوباء في أقرب وقت أما بالنسبة لإسبانيا فعرفت واحد من نوع من انخفاض وخمزة لحالة كتتسجل يعني بواحد شكي كبير مرتبعة بزاف 21874 حالة يعني في آخر 24 ساعة أعتذر 21874 حالة يعني 11765 هي تسجلات اليوم يعني في آخر 24 ساعة أما بالنسبة للوفيات 71 وفات هي اللي تسجلات في آخر 24 ساعة والمؤشر اللي غادي يمكن نخافض بزاف هو المؤشر ديال الحالات على كل مية ألف نسمة واللي نقص بعشرين يعني بعشرين نقطة في آخر 24 ساعة يعني 633 حالة على كل مية ألف نسمة أضم الأخبار جينا الإخوان اليوم تمنى يكونوا تقاوكم وتم بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال ونشوفكم إن شاء الله فيديو خور وموضع خور تكونوا دائما في أحسن الأحوال ومشكر يا عيتي الله السلام عليكم